السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و محبا بكم ايضا على القناة شاف سهيلا اليوم ان شاء الله جيت نقدم لكم حلوة سهلة بدون بيد بابسط المقادير وابسط المكونات ممكن توجدها في اخر لحظة كتجي الديدة 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 و كتجي بدون شوكولة بدون تعقيدات كتجي اسهل ما يكون خليكم معي من بداية الفيديو حتى الاخر بشرفوا على المكونات و الطريقة ديال التحضير ديال هالي كتجي كما قلت لكم بسيطة والديدة و الشيشة نحضرها بالياغورت بلوكهة الفاني كتجي رائعة جدا انتم ما تلاحظوا معي و شوفوا كمية كتعطي ماشاء الله بكمية قليلة كنخرجوا تبصيل عمر ديال حلبة انتم كما لاحظوا فرحوا وليدتكم و الاصدقاء ديالكم لمالا ما تنسوا العدد من اللايكات هكا اللي تعمل فائدة و الكومنتر و دول اللي حليبكيجاتكم اللي بسيطة جدا اول حاجة كنحتاجنا تقريبا 150 جرام من الزبدة بالنوع الجيد يعني النوع ممتاز كيعишь الاسعة كانت اقضى اقضى تقريبا 150 جرام من الزبدة سماعنا تقريبا 150 جرام من الزبدة سماعني كترجى الاسعة لدينا ممكن تقريبا 1 الفانيليا سوف نخلط هذه المكونات كولومبا سوف نضمج السكر و هذه الحلوه لا تحلوه بشكل جيد هنا تقريبا نسكة زيت لانه زيت لا يمكنني نضيف كمية او زيت لانه الزبدة كما قلت لكم فيها نسبة للدهون او زبدة البواطة او زيت النباتية هذه كقاعدة معروفة سوف نضيف الزبدة سوف نضيف الزبدة سوف نضيف المكونات الزبدة والسكر نضيف أحضر العجين وسوف نضيف جربة سوف نضيف يغورت نضيف الزبدة يغورت يغورت اضافة اي مدىك تحبه اضافة المكونات ونضيف ونضيف دقيق ونضيف اضافة 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 ثلاثة 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 اضافة اضافة سوف نضيف اضافة اضافة ثلاثة نضيف نضيف ثلاثة 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 الكل دائما من نسبة للبناترا ما درت البيت اذا كنت سوف نضيفه في واحد اخر سوف يجبطه باش اصلا يخد درجة حارة المطبخ ومن اللي ما درته سوف يبقى سوف يبقى كما لاحظوا سوف نضيفه بالشكل هذا سوف يبقى نزيد الاضافة دقيق سوف نضيفه راس معلقة صغيرة من الخاميرات الخاصة بالحلويات راس معلقة فقط صغيرة ممكن تدفعها ممكن استغناء لها ولكن لا ضروري يخصكم تديروها إلا زمن ما كانتش نهائيا في الدار ممكن ما تديروهاش ولكن هي كفشكاتها كتزيد انها تتعليها شي شوية وكتزيد انها تخليها الطيب من الوسط ضغير ضغير بالنسبة لطياب ديالها فقط كي اخدنا 21 دقيقة ضغير ضغير كتزيد لنا ما كان نحتاجوش لانو كان نطيبوه على فئعة فيه مهيلة جدا مهم انتم كما لاحظوا غادي مقاها كم كملة في الدقيق مهم انا كندير ومخصتش كون يعني قاصحه ومخصتش كون نرتبه بزاف وده با غادي نجمع العجين وننقي القصرية ديالي بطبيعة الحال وكن خلي العجين كما قلت لكم اطريب هات الشكل هذا خليكم معايا شكرا هذا هو القوام اللي تحصلنا عليها انتم كما رحتوا العجينة كتكون رطبة بزاف انتم كما رحتوا كان نغسلوا يدينا باش نتأكدوا اننا يعني قصنا العجين دينا وهذا كل الاخر يعني ما قصوهاش بزاف وكتكون لنرطبة بهذا الشكل هذا باش كتجيناه الشيشة وفتية سنجيبوا هذا المعمول هادا ديالتمر اللي كان قديم واي معمول عندكم ديالتمر ممكن ديروا اي طابعة كتف الدم ممكن غير تكوروها وتقطعوها بالموصلة تفلحوها شي شوية ممكن اي قطعة عندكم هالبنت ممكن انكم تديروها اي مرشم سوف انتم كما رحتوا غادي مقاها كم استمروا انا غادي نديرها في الصينية الفرن ندهنتغيب شوية ديالزيت وغادي نضيفها لانه ما غاديتش تلتا سقليا نهائيا لانه فيها كيميا ديالزبدة سوف انتم كما لحتو كما قندير بهات الشكل هادا كندير كورا انا درت عيني ميزاني وهانتم كما لحتو هادية الحليوة ديالنا وقديروها بالمعمول ديالتمر اي معمول كما قلت لكم البنت ممكن تدفوها ممكن ديرو حتى دك الطابعة جديد اللي كان نخدم معاكم بالمعمول ديالتمر ممكن ديرو ممكن ديرو اي حاجة سوف انتم كما لحتو همقى ها كما استمرحت على الانثالي يعني ما كنكتروش لعجينة باش ما كديناش ها كما خبزة يعني فقط كنديرو عقد هاد المول هادا بهات الشكل هادا سوفي وكان ضروري تلبسو دك الطقيق وهاك انتم كما لحتو هاي كي باش كتخرج وكان نفرشها في الصينية مباشرة وكان دير الفران يسخن على درجة يعني كتكون سخل الفران وعافية اللي كتكون مهيلة جدا انتم كما لحتو طريقة جد سهلة ومبساطة لهذا الحلوة ها دي كنتمنى انكم تجربوها وغادي تنال اعجابكم فعلا كتستحقت جريبة وهدي في اخر لحتا كتوجد يعني وجدوها اليوم قبل غدا انتم كما لحتو صافي وانتم كما لحتو بالنسبة الاخوات اللي غادي يقولوا لي في نهوات يعني المول ها هو البنات را ديروا له سكرين ولا شي حاجة احتفظوا به لو غايت تخدموا به من بعد ركيجوا في الرشيمات غزالين بسه صافي من بعد انتم كما لحتو راستفتفات طوا هادي وزدتوا حد طوا صغيرة حتى هي هادي هي الكمية اللي اعطاتني على البنات وصافي من بعد غادي نطيبها بشكل هادا نخلي على شكل لون دهبي بهذا الشكل لون يكون خفيف بزاف ومن التحت اللي كتكون محمرة لنا وكنتأكدوا على انها كتكون محمرة صافي من بعد شديدة حتى بردت وحطتها في تبصيل بهذا الشكل هادا وعاد غادي نجيب وغادي نفندها في السكر المناسم بسكر سقيل اللي كيكون عادي بطبيعة الحال مشي سكر سبيسيال لان ندرت اغيب السكر العادي لغير بالتوجوش ديال الخطرات لكي يكوني الملمس ديالورطب صافي من قندرها حتى كتبرد البنات حتى نأكد على انها كتبرد لانه إلا درتوها سخونة ويعلى السكر غراسي كتقد قطلق دق القشرة ديالها من الفوق وكتفزك على الحلوة وكتجينا الحلوة مزوينة يعني هادي هي الطريقة الصحيحة ديال انه نفش كنديرو اي حلوة كنديرو فاس كارغراسي هادي هي الطريقة كنتم نيار بالفيديونا الاعجاب ونكون كنفيدكم في بعض النصائح وتكونو كتبعوا بعض الخطوات باش تنجح معكم الحاجة اي حاجة كنقولها لكم وإلا وعندها تقنيات ديالها باش متخسرش معكم او باش متضيعوش المقادر ديالكم شكرا بزاف على حسن انتقاد ديالكم فيها وحسن المشاهدة يعني ما شاء الله شكرا بزاف اللهم بارك وكشكركم بزاف بزاف على اي كلمة قلتوها لي صراحة وهذا والفيديو ديالنا كنتم من الفيديونا الاعجاب بكم وصحة ورحة ويعجبكم الفيديو ما تبخلوش اليد دائما باللايك والشراك في القناة باش توصلوا بجديد الفيديو هات ان شاء الله جاي وفرجة ممتعة وانتو ما ديال حلوة ديالنا دي رائعة جدا واقتصادية وكتجي شيشة خليكم على فيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة